غيكاب ميدي متابعات تحاليل ونقاشات معامقة لكل الأحداث في تونس والعالم غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة الفين موعد جديد من غيكاب ميدي من دواء حتى لساعتين نرجو فيه على أبرز الأحداث والمستجدات على صعيد الوطني وكذلك على صعيد الدولي تنجب أن تسمعونا على البوندفين 90.3 وإلا على الفيسبوك إذا عدت الحياة مقابلة بالفرنسية الحياة الفين على السيت ويب الحياة الفين ترحب الفريق العامل معي لليوم عمنا بوقيت بالإخراج التقني للحصة وعبير التواتي في ديجيتال معكم سيهم حمدي من دواء حتى لساعتين في غيكاب ميدي غيكاب ميدي متابعات تحاليل ونقاشات معامقة لكل الأحداث في تونس والعالم غيكاب ميدي يجيكم من الأثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة الفين شنوية سينا فيكم لليوم في غيكاب ميدي بيش نرجو على استعدادات وليت القيروان لتأمين صعبة الحبوب وبش نتعرفوا على كل التفاصيل كذلك بش نرجو على تجميد زيادات في أسعار الأعلى في كيفش استقبلته هذا القرار المنظمات الفلاحية كذلك شنو الإنعكاسات لهذه معناها تجميد الزيادات هذه على أسعار الأضاحي مثلا وعلى بقية المواد الأخرى بش نترقل هذا الموضوع في الاكتواليتي سينو في الانتغفو دي جوغل اليوم بش نرجو على قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية والتي تسبعة في المئة هذه الزيادة شنو الإنعكاسة المتاحة المباشرة على المواطنين خاصة اللي عندهم قروض أو اللي نوين بش ياخدوا قروض سينو في ديفيغ نيوز لليوم بش نرجو على التطورات والمستجدات الأمنية الميدانية في ليبيا تدعية هذه الأزمة الليبية على تونس وقراءة كاملة في الشأن الليبي هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي من تواحدة ساعتين مرحبا بكم من السفل نوص النهار 31 دقيقة على إذاعة الحياة تفهم أنتم تسمعوا في غيكاب ميدي وكل عدل بداية تكون بالاكتواليتي في الأكتواليتي لليوم بش نرجو على الجلسة اللي صارت البارح في مقر ولاية القيروين بخصوص الاستعدادات لتأمين موسم الحصاد في ولاية القيروين مش ناخذوا فكرة على هذا الموضوع مع سيد مراد بن عمر المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروين سي مراد بن عمر عسلم مرحبا بك على إذاعة الحياة تفهم مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة حياة تفهم شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة إذا سي مراد بن عمر لو كانت تعطينا فكرة ساعة على توقعاتكم لصبسنا من الحبوب وآخر الاستعدادات لموسم الحصاد في القيروين شكرا كما تفضلت سيادتك البارح كانت على جلسة مع تحت الشرف سيد ويل القيروين نستعداد لموسم الحصاد اللي إن شاء الله مش يكون انتلاق الفعلي للموسم بداية الشهر جوان للعامل الرطوبة اللي موجودة على مستوى حبة القمح في الولاية بالنسبة للتوقعات إن شاء الله بشكون في حدود مليون واربع وستين قمتارة حسب التقديرات الأولية وذي إن شاء الله متأتي كله خمسة وصعين في المئة من المساحات اللي تم بذرها على المستوى الساقوي واللي في حدود خمسة واشيئنال فاربعمائة وستين كتار وذي الصابة إن شاء الله بشكون مثل خمسة وستين خمسة وصعين في المئة متأتي من المساحة الساقوية بحكم أنه الظروف اللي مرت بها وليت قيروان من العوامل المناخية اللي شاهدت في بداية الموسم إن حباس الأمطار وبعد شهر مارس منعنينا ربي بلغاية النفع ووصلت الكميات معتبرة وخاصة في معتمدية الوصلاتية اللي هي خذت على عتقى الجانب الجانب البالي بشتوفر بحدود أربع لاسة كتار من من القمحة في جانب طيب سيموراد مقارنة مثلا بالصابة العامل اللي فيت كيفش يعني حسب التوقعات توازدت ولا تراجعت هو كما قلت لسياتك هو بحكم العوامل اللي مرت بها الولاية وبحكم زيادة الإشكاليات اللي تعرضت لها تعرضت لها موسم الحبوب على المستوى الوطني وحتى على مستوى الى القايروان من التزود في مادة الأمونيتر وفي التزود ببعض البدور خلى المساحة على قل على المستوى السقوي تقلصت مقارنة مع المناول المناول كنا في حدود 27 ألف كتار أثناء في حدود 25 ألف و 64 أكتار هذا اللي خلى الصابة تقلصت مقارنة مع المناول حكيت عشرين مقارنة مع المناول كانت في حدود مليون 83 أثناء قلطار تقلصت في حدود مليون و 64 أكتار سيموراد هو الحبوب بتفعامة يعني توفم شوحة كبيرة وأزمة كبيرة على مستوى العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية هذيك عليش يهمنا نعرفه استعدادت وليت القايروان لتأمين معناها المحصول هذية وعلى مستوى التجميع والحصاد إلى غير ذلك شو أخر من ناحية الاستعدادات كما البارح تم عرض تقريرنا على الضار اللجنة الجهوية واحنا استعداداتنا بدأت من شهر أفريد من ناحية حصة الفلاحين على تطبيق الحزمة الفنية باش نطوروا والحصن في المردودية على مستوى الضيعة واحنا كمعدل عام على مستوى وليت القايروان معدل أربعين كونتار في الكتار هذا نجم فما بعض الزائعات توصل حتيش لتسعين وخمسة سعين كونتار في الكتار هذا كحزمة فنية باش على الأقل نجم نوفره قرابة المليون واربع ستين دوم كونتار اللي هي معدل عام على الولاية ديما في حدود مليون 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 مية على امتداد خمسة سنوات المستعددة الثانية هو في على مستوى ألات الحصاد واللي تم عديد الأيام الأعلمية على مستوى الولاية في حص أصحاب الألات الحصاد لتعديل الآن أولا لحفاظ على كل ما هي بغرة باش تتحصد وتوصل إن شاء الله للمراكز التجمية وإضافة على ذلك هو الألات الحصاد هدومة باش يكونوا عاملين الاحتياطات العزمة خاصة على متوقف من الحرايق اللي باش متفادوا الحرايق هذه من الألات الحصاد النقطة الثالثة وهي الأساس هو على مستوى مراكز التجمية أحلى على مستوى الولاية عنا حلاش المركز إن شاء الله باش نخدمه كما عمناه بصبع مراكز وتم إن شاء الله اليوم نفهم الإكمال بتاعهم إن شاء الله على مستوى المراكز ما عناش إشكال في التجمية إضافة المجهود اللي قام بيه ديوان الحبوب عمناه في عملية الإجلاء خلي إحنا إن شاء الله أكدنا البرح مع سيد الولي أنه عملية الإجلاء باش تكون سريعة وإحنا عمناه في ضرب 8 جويلة تم إجلاك كامل الحبوب على المستوى المساحات غير مغطات وده اللي خلا عمناه معناش إشكال على المستوى الترزميع والإجلاء طيب نصح أخير سيموراد بنعمر للفلاحين كيف ينجموا معناه بشي أمن وصبع متحموا خاصة يحميوها من الحرائق اللي تنجم تصير معناه أحنا البارح كاستعداد على مستوى التواخم الحرائق دعينا وزينا نذكر أن الحماية المدنية مشكورة زاهمت معنا في العملية التحسيسية وعملت بالتعاون مع المصالح المندوبية على حص المزارعين للتوقي من الحراكة دي أولا بتركيز على الأقل الجرارات وسهريش متواجدة على مستوى المناطق الانتاجة دي وعلى الأقل قدر الله كان فما حريق يسق الفلاحة وأحنا كما ندو بها بداية الغابات ولا حماية ندخل ثانيا أهم من هذا الكل أحنا مع مصالح التجهيز دعينا مع مسح الحواشي في الطرقات والمسالك الفلاحية بتفادي الحشيش الشيح مش أولا زادا ندعي وزادا الفلاحة والمواطنين وكذا هذه حكاية البنتات الدخان ولا على مستوى المزرع نحاول نعمل هذه الكنول وكذا ما ده بداية المتفادا ويضبط على ذلك فما إمكانية بمساحات كبيرة نعمل هذه الترانشير ومينيما للكو الامباكت للإنصاندي واضح نشكرك برشا سيموراد بنعمر المندوب الجاه وللفلحة بالقيروين شكرا جزيلا لك على مدنا بكل هذه التفاصيل وإن شاء الله يتم معناها موسم الحصاد اللي بش ينطلق في بداية شهر رجوان ويعني يتواصل في ظروف طيبة اللي تأمن معناها المحصول الزراعي المهم في الوقت الحالي بعد شوية زادة بش نحكي وعلى تجميد أسعار الأعليف وكيف تنعكس وموقف المنظمة الفلاحية من هذا القرار نص نهار وخمسة واربعين دقيقة على إذاعة اللحية فما زالنا مواصلين في آخر المستجدات اللي تخص الشأن الفلاحي وبعد قرار تجميد أزيادات المسجلة في أسعار الأعليف اللي لقت انتفاضة بين ظفرين من قبل الفلاحين والاتحادات الجهوية للفلاحة الاعتبار وإنه بيجتنع كس هذه الزيادات على كل الأسعار فيما بعد وكل المنتجات فيما بعد وكذلك لم تتم استشارات المنظمات الفلاحية والمنظمة الفلاحية في هذه الزيادة معنا بالتليفون سيد قريش بلغيث عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة وأصيد البحري سيد قريش بلغيث عسليمة مرحبا بيك على إذاعة الحياة الفهم أهلا وسهلا الشكر كل شكر لإذاعة الحياة الفهم بالقيروان شكرا جزيلا لك سيقريش بلغيث دونك سيقريش كنا نحكينا على زيادة هذه اللي صارت وكان حضر معنا سلمو ديرونداني رئيس الاتحاد الجاه للفلاحة بالقيروان وانقل الغضب متح الفلاحين والمنظمة الفلاحية على هذه الزيادة اليوم وزارة التجارة قررت تجميد هذه الزيادة في البداية كيفش قريتو ولا كيفش قبلتو هذا القرار من وزارة التجارة نحن كم نقولها كتقرار من وزارة التجارة نحن ما قاله كوننا نستبشر وفمت بحكم كوننا نضغط بشي تيح للسلاحين والفترة هذه هي فترة عصيبة مبينة كم نقولها موسمين نحن نقوله موسم ما زلنا ما تخذ ناجي الموسم اللي في المتلحصات واللي فيه كم نقولها تلقى بعض الرياحية بحكم كوننا المنتوج بشي واللي متوفر ولا يعني المواقع منتع الحصاد اللي كتنجم كم نقولها تتسرح فيها يعني نحن وكل هذه اللي قع توظيفها لتقليص الضغط على الفلاح ولكن ونقول لكم المعضلة هذية هو هذي ما وش الحل الأساسي والحل اللي يعني كم نقولها نهائي للمشكلة هذية على خطر رهية فم قاعدة تتفاقم وفم مزودين وفم سوق عالمية اللي قاعدة ترتفع ولهذا هو قرار متع وزارة التجارة هو قرار ظرفي فانتظار كوننا نجلسه ونعجل المسألة بكل يعني بلعب أشنو ما الحلول أشنو ما الحلول الحلول العالمية توا فم مشتعلة فم تلأسعار الأسعار ملتحبة ولهذا ثم هو هذية سوق الحر لتوريد كل هذه المستلزمات ولا يعني الممت الأساسية للأعلاف الأعلاف المركبة رهية هذية تصير عن طريقة ناس كم قولها خواص يعني شركة كبيرة اللي عندها اسمها وعندها كم قولها صمعتها ولهذا نحن نخافه تولي فم تلاعب التركيبات نخافه كان أنه زادة كيف كيف يقع فم ته العزوف على بيع المنتوج بحكم كان هو زادة كيف كيف ساحب المسنع يقولك أنا بإدعبش نخسر لا يعني بش نقوم بتوفير المنتوج هذه يعني البضاعة هذه في السوق وهذا هو تولي خوف نحن الفترة هذية هي فترة كم قولها انتقالية قلنا ممكن الزغط قعد يقلت بحكم كل الحصاد الموسم الحصاد وموتواجد الأعلاف وتواجد يعني معنا نقول الشعير المؤمن هالي نجم يكون علفة كم قولها هو إلا لبعض التبن ولل القرد ولكن رغمه هو شي حد نهائي وهذا يجب نراجعوه بحكم كان لنه فما قطاعات أخرى الجيج الأبيض يعني فما التجيج الأبيض والبيض هذو مزوز قطاعات اللي هما رأوا توا لا ينبئوا بخير ورأوا فما التهددن خوف كبير بحكم كونانا إذا منظومة انهارت رأوا أكبر خوف كونانا كنت ظالم مأسس عندك ثلاثين سنين فما منظومة متاع إنتاج وإذا تنهار هذه المنظومة تختزل كل حلقاتها هو هذية فالنخوف كل الخوف من يوصول هذه النتيجة إشنوما الحلول الليزمة ما تكونش حلول ترقيعية سيقوريش تكون حلول جذرية اليوم أمام الحكومة ودور المنظمة المنظمة الفلاحية في إقرار هل ربما قرارات وإلا خطط وإلا استراتيجية للحد من لهم هل تدهور شوف نحنا العديد من المرات موظم تنصلك يظل فهم أذان صاغية وبعض الأطراف اللي تفهمك وبعض الأطراف اللي تعترفك كذلك القطاع الفلاحي هو للقناة وكذلك القطاع استراتيجي لابدى الاهتمام بي وضخ كما قلها اعتمادات كبيرة لتطوير وفهمة والخروج من الحلقات يعني دائما الارتهان للآخر يعني الغرب وتوريد المنتوجات الأساسية متعنا نحنا من الخارج هذا كان في إطار خطط لكن هي خطط هذه طويلة المدية ولكن نحنا إذا فهم خطة نعرضها على الحكومة كون أنه فهمت الدعم منتاع هذه المستلزمات فهمت الدولة تتحمل ولكن نظل في إطار خطة منتاع ثلاثة سنوات أربع سنوات بكي نأخذ العبرة من هدايا ونولي ونقوم بإنتاج هذه المستلزمات شهوية ووطنية وهي تقلص فهمت من يعني النسبة منتاع التوريد متعنا وكذلك الارتهان للآخر وكذلك من العملة الصعبة اللي بيشن وليوتها فمنحتفظه به هذا يقع الاستثمار وفي قطاع الفلاح ولكن الآن ما فهم حتى أدنى توجه فهمت يعني سياسة واضحة للاستثمار في القطاع الفلاح يعني إحنا استبشرنا وقلنا هذا موسم كبير وموسم يبس به وإن شاء الله رب يوصل بسالم ولكن ما بعد هذا الموسم في سبتمبر وكتوبر نوفمبر سنرجع وللنفس الاحتياجات إذا ما فهميش سياسة واضحة فهمت وكل أطراف تجلس على الطاولة وتراءن على كون فهمت النسل كل تخدم مبعضها بوجود حلول وهي حلول واقيعية لا يضر منها كم قلوها الفلاح ولا يضر منها زادة فهمت صاحب المصنع كم قلوها الأصحاب المصانع متاع الأعلى هذا كله رغم يصير كم قلوها على انفراز من وزار التجار وزارة التجار في الفترة الأخيرة تم فرد كم قلوها بقراراتها وتصدر كم قلوها يوم القرار وغدوة نيولية نحن بالنسبة لنا هذا المجد المرتعش الأيدي المرتعش في اتخاب قرارات جريئة وقوية هذا يرتهن لكون أنه تكون فما وزارة قوية تستند على الفلاح ويخصري هي تستند علينا في سياسة واضحة هي وزارة الفلاحة نحن نكون دعمين لها ونكونوا واقفين لجنبها ونحقوا كل ما هو فيما نوت في عهدتنا في المستقبل للقطاع الفلاحي ونحن نقول وروا قطاع الفلاحي بالنسبة لأفريقيا كلها روا قطاع الفلاحي في تونس روا قطاع متطور متطور جدا ولكن مع الأسف يلاقى كان الأيدي المرتعش في الحكومات لكل التي تعاقبت على هذه الإرادة الإرادة والقرار معناها اللي يزم هو ينقص هذا يمكن سي قريش بلغيث ليفسر إرادة والقرار والشجاعة أشتجاعة ما فهم الشجاعة يعني إنسان كبشيشي يخو فمتطور مديرين عمين وإلا كما قلوها وزيرة ولا وزير ليست لهم الجرأة لأخذ قرار في السياسة اللي هي تعتمد الواحد كما قلوا بالدرجة نحن يقضي مع المثال ما فهم حتى حد نحن مستعدين باش كوننا نحن نحن يكوننا نضحيو ولكن كوننا نظر عنا رؤية واضحة فمتطور باش نوصل الهدف اللي هو يحقق مقارب الناس الكل كلنا متدخلين الحلقات الكل بدون استثناء أما لكن كيف تجي تضرب حلقة من الحلقات واللي هي أساسية وكل الناس قاعدة تورد وتجيب بالأخسارة وتبيع بالأخسارة نحن نقول لك روها دايا ممكن نوهمش الديمومة متاع وسوف لن تكون هناك دايمومة وسيندتر هذا القطاع ووقتك نقول لها روه قطاع جياج وأهميته وقطاع كبير يوصلوا للألبان ولكن مع الأسف أنا مش رحكي لك سيقريش على الألبان اللي رغم تراجع معناها على تسعير الأعليف وزيادات بتاع الأعليف عفوا نلقاه منتجي الألبان صحيح رحبوا بهذا القرار ولكن يقول لك ما هوش الحل وما زالوا إلى حد الآن يطالبوا بمراجعة أسعار الحليب والألبان مثلا في قطاع الدواج نحن نتعاش عليش على خطر التركيبات تبدلت على خطر يعرفوا لتركيبات الأعليف تبدلت على خطر أصحاب المصانع ما عندهمش حتى حل آخر أما يخدم بالفلس وإلا يبدل التركيبة لتقليص كم يقول لهم الكلفة وهذا يساعد حتى حد يعني أنت لو كيف تعرف أن تبدل التركيبة من أنواع أنت أعليف سواء كان لتزياج عنده تأثير مباشر على الفلاح على خطر الأنتاجية والمردودية تكون بأنواع معينة وهي كم يقول لها رفيعة المستوى من حيث القيمة الغذائية وهذا رو فمت رو خطير وخطير جدا وهذه وزارة التجارة راي ما عندهش الجرأة باشتا شوف رو اللي فكتيف حتى مساعدة وزارة التجارة هذا نعرفوه كل ما عندهمش فمت اللي فكتيف دازم باشي تابعوا كل المواقع متاع الإنتاج ولا متاع التحويل وإذا متاعك نقول لها الإسلحيديك هذا رو فمت صعب جدا ولهذا نحنا الحلول لغير حلول يجب تكون مشتركة والمسؤول المسؤولين يتحبنوا مسؤوليتهم والمنظمات الوطنية راي المنظمات الوطنية رغما عن كل أي ما يمكن النسبة لنا نحنا هذي كي يعتمد لاقع الاعتماد عليها ونتناقش تقول الحلول راي موجودة وقف لذاتهم حوار جدي والناس بكل تسمع بعض به سي قريش هل بشي تم يعني المطالبة والمواصلة يعني في المطالبة بالترفيع في أسعار الحليب ولا الألبن ولا الدوجن ولا البيض نحنا خرجنا بيانات فيما يخص المواصلة فيها يعني المراجعة تاع السعب على الرغم التراجعة تاع تحديد كم يقولها هالزيادة هذي وقلنا نحنا كم يقولها الكلفة راهية توا قاعدة وتوشي تطلع على الفلاح ولهذا لو كم يقولها تعرف الكلفة أختي يدخل فيها الضو يدخل فيها النقل يدخل فيها ثم أشياء قاعدة ترتفع بسيفة كم يقولها كم يقولها دائمة يعني بتواصل متويترع ولهذا كم يقولها رغم النجموشي نحنا نجي ونقوله رايسي ديه الضو ما يسارش نحن على الفاتورة الأقديمة وقال لصنص متع ناقلة ذا سيدة ذا يمشي ناقل بحليب روى زيما ما يسارش يعوضي أخو 60 فرانك خلنا عطيو 40 فرانك هم غير معقول أشياء هذين ولهذا هم حلقات اللي ضربت حلقة منهم روزة لكل القطاعات تتنهار به بش نسألك سيقوريش بالغيث عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاح وصيد البحري على أسعار الأضاحي اليوم برشا نستسأل أمام هز يادات الكلفة أسعار الأعلى في مطالب الفلاحين والمربيين وغيره بش يزيد سوم الأضاحي وإلى ليه هوني للعيد سيقوريش ممكن أسعار الأضاحي سوف لنا يكون هناك كم أقولوا ارتفاع يعني مشط في الأسعار بهذا العالم حكم كأنه نحنا الفترة هذية هي فترة انتاج والمربيين همت عندهم الفرصة كأنهم يأخذوا مثل الشعير والمواد العلفية اللي هي التلتية وخصوصا الشعير بالأضاحي فهمتوا يعني كم أقولوا هذا لكن ستكون زيادات ما هي شي كم أقولوا ها فمت يعني كاليثية أما بشتكون فما زيادات في الأسعار يعني كما أقولوا التونسي بشي لاحظ الفرق بيننا عمنا وإنه وبنسنا في الأسعار كأنهم بشي ولي البركوس بمديون وكذا وكل ممكن فمت معناها حاجة ما هيش يعني معقولة وانا أقول كأنهم فهمت معناها أسعار فيما فيها زيادة كما أقول عشر خمسطاش في المائة بالنسبة للموسم الفرد واضح سي قريش بلغيث عضو المكتب التنفيذي يعيشك برك الله فيك ربي بركيك عيش ربي فضلك سي قريش بلغيث على قبول الدعوة ومدنى بكل هذه التفاصيل كنا معنا سيد قريش بلغيث عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري ماذا نحكي وعلى الارتفاعات في الأسعار البنك المركزي البارح يزيد في قيمة الفائدة الرئيسية والتي تسبعة في المائة انعكاسات هذه شنوها بش تكون إذا بش نتعرف عليها بعد شوية في الانتربيو دي جوغ ريكاب ميدي ريكاب ميدي مرحبا وخمسة وعشرين دقيقة على إذاعة اللحية تفهم مازانا مواصل معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين وقية انتربيو دي جوغ انتربيو دي جوغ مرحبا سيحمادي البقلوطي ناشط في المجتمع المدني والمتابع لأشأن العام تغيب علينا البارح مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك ورحبا المستمعين تغيبت الاتزام مع جماعة القيروان في كلية رجدة مرحبا بيك على كل حال اليوم موضوع الساعة سيحمادي نحكي وعلى قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وليت سبعة في المئة طبعا لقراءة معمقة معنا في التليفون الخبير الاقتصادي محسن حسن سي محسن حسن أهلا وسهلا مرحبا بيك على إذاعة الحياة تفهم أهلا وسهلا مرحبا تحية لك تحية لأستاذ المستمعين ولذيوثك وبركة لأو فيك على الاستضافة شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة سي محسن نبدأ وسيعة لو كنت فصلنا الأسباب لخالة البنك المركزي يقوم بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى حدود 7% طبعا تعرف أنه بلادنا تشهد كبقية دول العالم موجة من التذخمات حيث ارتفعت نسبة التذخم في تونس في نهاية شهر الفارض إلى مستوى 7.5% وطبعا لإحتواء التذخم ولمقاومة التذخم والحد منه البنك المركزي فعل أليات السياسة النقدية وكذلك الحكومة تتخذ إجراءات لمعالجة الظاهرة والحد من ارتفاع التذخم طبعا احنا لو نبسط بسرعة شنية أسباب التذخم الحالي سواء كانت في تونس أو في الخارج فما ولن المسألة تتعلق بالحرب الروسية الأقرانية وما أدت إليه من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية والمحروقات وقطع الاندادات من هذين البلدين بالإضافة إلى أن العالم عرف قبل ذلك أزمة الكوفيد التي أدت إلى تراجع إنتاج عديد المنتجات خاصة في المواد الأساسية والمواد الغذائية طبعاً تونس ما اختلفش عن بقية بلدان العالم بحكم أن نقوم باستيراد جل حاجياتنا سواء كان من المحروقات أو من المواد الغذائية الأساسية هذا السبب له السبب الثاني وهو تونسي ويفسر بارتفاع أو تراجع الانتاج الوطني من عديد المنتجات وتردي المنظومات الفلاحية والمنتاج الفلاحي عموماً بالإضافة للأسباب الثالث اللي هو الإخليلات الموجودة في مسالك التوزيع ونقص يعني الشفافية على مستوى التوزيع ووجود احتكار ووجود تهريب لعديد المواد الأساسية إذن باش اللخص وفم ثلاثة أسباب أسباب نقضية متأتية من السلسة النقضية التوسعية لانتاج البنك المركزي فم أسباب هيكلية تتمثل أساساً في تراجع العرض وهناك أسباب خارجية وهو التضخم المستورد الناجم على ارتفاع الأسعار في الخارج أمامها الوضعية هذه البنك المركزي يدخل من بين الحلول اللي يجد البنك المركزي والترفية في نسبة الفائدة المديرية وهو ما أعلن عنه البنك المركزي يوم أمس بالإضافة للترفية بنقطة 1% في نسبة الفائدة الموظفة على الادخال هذوم الإجراءات اللي أعلن عنهم البنك المركزي نسبة الزياد نسبة الترفية سيموحسن حسن كانت متوقعة أن تكون 75 نقطة أساسية بالفعل يوم متوقعة لأنه التضخم في ارتفاع والبنك المركزي قاعد تقريبا الكل علي هو في محارب التضخم من مفروض أن يكون فيه تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لكن أعتقد أن الحكومة يعني ميش مفلحة في محاربة التضخم لذلك البنك المركزي قاعد يواجه مع المشكلة هذا واتخذ إجراء المتماثل في ترفيع نسب الفائدة المديرية وطبعا الإجراء هذي عنده تداعية تلبية عن مدى القسير يوم الأسر والأفراد اللي عندهم قروض ما يقع إرجاع من قروض بشرتفاع يكون يخلص 300 دينار قد تسكني مثلا بيجي يولي أكثر من 320 أو 330 دينار في الشعر وبالتالي فإنه هذا بشي أدي إلى تراجع المقدرة الشرائية متاع المواطن وخاصة من الفئة الاجتماعية كيف كيف أيضا المؤسسات عندما ترتفع نسبة الفائدة فإنه الأعباء المالية اللي تحملوها ترتفع كذلك كلفة الاستثمار تولي بعضها وتنفسية المؤسسة تتراجع بسيطة عام مع الإجراء المتمثل في ترفية في نسبة الفائدة المدرية على المدى القصير يؤدي إلى تراجع الطلب لأنه الأسر تولي تحبذ تدخري ذا كان عندها إمكانيات أو تحبذ أو تقوم بخلاص التعاهدات المالية نتاحة تجاه البنوك خاصة الناس اللي يمخدين قروض بنسبة فائدة متغيرة يقول قايا فما حل آخر أو لا بالفعل هو القرارة على البنك المركزي مش يكون إذا كان ما يكونش مصاحب بقرارات حكومية ما عملنا شيء وبالتالي شنو تجم تعمل الحكومة سيمو حسن حسن يعني شنو يجب تعمل في الفترة هذه يعني الحكومة يجب تتصق مع البنك المركزي في محاربة التضخم أول حاجة هو التعاون مع النظام البنكي ليقاف استراد المواد الاستهلاكية اليوم ما عادش نجمه نستورده لأنه أولا نفهم ارتفاع سعار في الخارج وفهم وضعيتنا المالية المواد الاستهلاكية الغير ضرورية هذه لابد من إيقاف استرادها ولو مؤقتا حاجة ثانية الدولة مطالبة بتوفير العرض توفير المنتجات في البلاد كيفاش طريقتين طريقة الأولى هي الانتاج الوطني دعم الانتاج الوطني تنجح المواصل الفلاحي تشجع الفلاحة تشجع الصناعيين والحاجة الثانية توفر الإمكانية المالية للمؤسسات الوطنية المكلفة بالشرائية كما ديوان الحبوب ديوان الزيد أو غيرهم المؤسسات العمومية وهذا توفر العرض فإنه طبعا يتقلس الأسعار حاجة ثالثة نجم تقوم بها الحكومة اللي هي المراقبة الاقتصادية ومقاومة الاحتكار وتأهيل مسالك التوزيع ومقاومة التهريب هالأعمال هذية من شأنها وأنها تقلس من الأسعار وتحب من المنافسات غير المنافسة غير الشريفة إذن مش اللخص ونقوله رغم مقاومة التذخم ما جيش فقط من قبل البنك المركزي ولكن من قبل البنك المركزي والحكومة ده بود يكون فيه تنسيخ بين السياسة النقطية والسياسة الجبائية اللي تقوم بها الحكومة ولا حتى يعني نقلس من التذخم حاجة أخرى الحكومة تجمع تقوم بداعا من نسبة الفائدة بالنسبة لعائلات الاجتماعية وتقوم أيضا بداعا من نسبة الفائدة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى أنه النتائج ما تكونش يعني مقصرة بدرجة كثيرة يعني على خاصة الوضعيات الاجتماعية وكذلك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيمو حسن مرحبا بك مرحبا مرحبا سيدتك ذكرت مجموعة من الحلول وإحنا نتابع يوميا ما يقع في تونس عودة تصدير الفوسفات ارتفاع عيدات التونسيين بالخارج هل يمكن هذوما معا إصابة الحبوب ربي وصل بالسلم يعني اللي هي موجودة اللي تنجم تكون مؤشر به خاصة بعد الأمطار متاع مارس وأفريل تنجمش تكون هذية في حد ذاتها بلسم يعني يداوي يعني جراح الاقتصاد التونسي بطبيعة بطبيعة اليوم صابت الحبوب إن شاء الله ربي وصل بالسلم إذية تقلص من تبعيتنا للخارج في مجال الحبوب ولازمنا نغيره من عادتنا الغذائية اليوم إذا كان القمح الليل ما ننجوش في تونس نلقاه بدائري اليوم معنا القمح الصلب اللي إحنا ننتجنا فيه كبير عنا عديد لابد أنه نتأقلم نغيره من عادتنا الفلاحية ونشجع الانتاج الفلاحي حتى نساهمه في تقليص تبعيتنا للخارج في مجال الأمن الغذائي عنا أيضا تصدير الفصفات خاصة في ذل ارتفاع الأسعار العالمية تحويلات التونسي في الخارج الموسم السياحي اللي يبشر بكل خير هذه كلها تشكل مصادر العملة الصعبة وعندما ترتفع مصادرنا من العملة الصعبة نخلصوا ديون متاعنا للخارج نجموا استوردوا حاجياتنا وحاجة أخرى ينجم البنك المركز يدخل في سوق الصرف وعادة الدينار ما يخليش الدينار يهبط إلى مستويات لربما يريد تعمق الوضع الاقتصادي وتعمق الأزمة الاقتصادية تم ذواد الخير ولكن في اعتقادي مجال الكثير لابد من القيام به أنا تمنيت لو أنه اليوم نعتني بالشأن الاقتصادي والمالي العناية القصوى لأنه اليوم وضعنا الاقتصادي والمالي خاصة فذل ضرف الدولي السعيد وضع الحقيقة أقل ما يقال عنه وأنه خطير وخطير جدا سيم محسن مش نسل لك على توقعاتك هل النجم ونتوقع أنه مثلا البنك المركزي بش يزيد يرفع في نسبة الفائدة مرة أخرى وتفوت 7% شوف إذا كان الحكومة ما تعمل حد شي ونتوقع أنه تصرف الحكومة بش يكون بصراحة لن ننتظر إجراءات يعني مهمة من قبل الحكومة لمحاربة التضخم أعتقد أنه البنك المركزي بشارقة روحه وجه لي وجه مع محاربة التضخم وقد يرفع مرة أخرى في نسبة الفائدة المديرية لأنه أنا شخصي أتوقع أنه نوصله إلى نسبة تضخم برقمين لأنه حسب آخر تقرير البنك الدولي صادر مؤخرا يقول أنه الأسعار تبدأ في التراجع مع بداية 2024 وبالتالي استنتظرنا كبقية دول العالم أيام مسعيبة على مستوى التضخم نتيجة لعديد الأسباب كما قلت أسباب نقدية أسباب عيكلية أسباب خارجية صارت على نتاقنا لكن المهمة أنه البنك المركزي قد يجد نفسه مقدار للترفيه في نسبة الفائدة المديرية وهذا لحقيقة عنده عديد السلبيات لأني أنا مقتنع وأنه ما تنجمش تحارب بالتضخم فقط من خلال الترفيه في نسبة الفائدة المديرية اليوم أسباب التضخم هي خارجية هي هيكلية هي نقدية وبالتالي يزل نجموعة من الإجراءات الحكومية والنقدية أيضا في نفس الوقت تفضل سيحامد يا عيش شفنا أنه اليابان رفعت في قيمة الفائدة بيش تحد من قيمة الدولار بالنسبة للتحويلات تراش أنه هذا الإجراء الترفيه في قيمة الفائدة في تونس ينجم يأثر إيجابا على قيمة الدينار بالنسبة للدولار هو الهدف من الترفيه في قيمة في النسبة الفائدة هو التحكم في التضخم وبالتالي عندما نتحكمه في التضخم فإنه سهل صرف الدينار يعني على الأقل ما يترجعش بشكل كبير لكن أنا بالإضافة للإجراء هذين المتمثل في ترفيه في نسبة الفائدة أنا ما أدعو إليه هو أنه البنك المركزي ما يزمش يخلي الدينار لمفعول السوق لابد أنه يدخل كل مقتضى الأمر حتى يعدل سوق الصرف وحتى يحافظ على سعر صرف الدينار وهذا فاعتقادي ضروري وضروري جدا في المرحلة هذه ما نخليش سعر صرف الدينار لقانون العرض هو الطلب لابد أنه تدخل البنك المركزي وهذا مكلف يعني من حيث العمل الصعب ولكن أعتقد أنه ضروري وضروري جدا نختم معك سيموحسن حسن بسؤيل بخصوص الترفيع قريبا يعني فما زيادة متوقعة في اليومات هذه للمحروقات تقريبا نسبة الترفيع تكون 3% مش 5% ذولي تتواصل هذه زيادات شهريا بسبب ارتفاع أسعار البريل في العالم قير أعطيك لهذه زيادات التي أثقلت كهل المواطن في كل شي يعني سيموحسن هو بالفعل اليوم ننتظر زيادات في أسعار المحروقات شهريا بنسبة 3% إذا كان مش عكس لأنه من المتوقع أنه يكون معدل سعر البرميل على كامل السنة 100 دولار وإحنا عاملين نيزانية على 75 دولار يعني في السنة في ميزانية الدولة لسنة 2020 وبالتالي زارة الصناعة المطالبة بأنها ترفع في أسعار المحروقات تدريجين بـ 3% وهذا يكون عنده تداعيات سلبية على أكثر من يعني على المواطن مباشرة معناها بشي أثر نعم وضح نشكرك برشا سيموحسن حسن الخبير الاقتصادي برك الله وفيك على قبول الدعوة ومدنى بكل هذه التفاصيل سيحة ماد يقول ورب يكون في عون المواطن اللي ماخذ قرض اليوم بشيقة روحوا فما زيادة المحروقات قادة تزيد كل شهر معناها نلاحظ في كل شيء تقريبا قاد يزيد يعني تول في زمن الحروب والأزمات رأو أكيد يعني كل الشعوب تمر بذائقة وربما فرصة نرشدوا استهلاكنا يعني مش لازم نسكول نمشيوا بالكرا فكرتني في الكهربية والغاز الكهربية والغاز كل شيء يعني السيارات المهم أنه نكون وإحنا ما نكون سلبين برشا رأو في العالم الكل يمر بنفس الزغوطات كبيرة سحمة رأو موش قطاع بركة رأو اللي زيادة يعني العقيقة معناه كل شيء الكهربية زيادة الغاز المحروقات قادة زيادة كل شهر الفلاحة ما نحكي وش معناها زيادة فم برشا مشاكل ما يمر به العالم اليوم يدعو إلى الحيرة صحيح ولكن هذا وضع موش خاص بنا فقط ربما احنا نتعود كيفاش نوليو نكتفيو بالحاجات ترشيد الاستهلاك نبعد شوية على التوريد نشكرك بارش حمد بقلو تيبار شوية في ديفير نيوز بش نحكي وعلى الأزمة الليبية في ديفير نيوز لليوم بش نحكي وعلى الأوضاع في ليبيا آخر المستجدات الاشتباكات اللي صارت البارح قراءة يعني معمقة بش تكون على الأزمة الليبية وكذلك تداعيتها المحتملة على تونس هذي كاريش معانا بالتليفون سيد محمد شبار الناطق رسمي باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية سي محمد شبار عسليم مرحبا بك على إذاعة الحيثة مرحبا بك شكرا على قبول الدعوة معايا في البلاتوس حمدي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لأشأن العام بش نبدأ معك بآخر المستجدات سي محمد شبار لكي تعطينا فكرة على الأوضاع في ترابلوس اليوم عاد الهدوء ما فمش مناوشات جديدة وإلا اشتباكات هذا في البداية وقرأتك للي صار البيرح هل نجم قولونه هذا قرع طبول الحرب أم أنه حادثة وانتهيت البيرح اللي صار في ترابلوس طبعا بداية تحية طيبة لكم لضيفك الكريم ولكم السادة المشاهد المتابعين شكرا طبعا أحداث فجر التلثاء بالأمس للأسف الشديد ما قام به فتح بشاغة هو يعني خطوة معرقلة للعملية السياسية التي تدور اليوم بالقاهرة هذه المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بقيادة المستشارة سيدة ستيفاني وليمز هدفها هو الوصول إلى توافق حول القاعدة السورية والقوانين الانتخابية من أجل يعني خوض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يطلع إليها الليبيين منذ فترة طويلة طبعا هذه الأحداث تقف وراءها أجندة الدول التي تحتل ليبيا وعلى رأسها الأجندة الروسية الهدف من هذه الخطوة هو العودة إلى المربع الأول من جديد والابتعاد عن طاولة المفاوضات وطاولة العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة ولقد حذرنا الحقيقة حتى على يعني قناة الحياة أفهم من هذه الخطوة الأحدية الجانب التي قام بها مجلس النواب بتشكيل حكومة موازية بطريقة أحدية الجانب وأيضا قام بتعديل دستوري الثاني عشر بطريقة أيضا غير شفافة هذا وفقا لما أدلت به رئيس قطم الشؤون السياسية بالأمم المتحدة في جلسة العللية أمام مجلس الأمن الدولي وأيضا التصريحات التي أبل بها الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة منذ تسمية حكومة موازية من قبل مجلس النواب وبالتالي أعتقد أن كل هذه الخطوات التي تقوم بها الأجندة الروسية هدفها الوحيد هو مسألة العودة للمربع الأول مربع الاحتراب والانقسام والمزيد من الخراب والتمار الذي يلحق في البنية التحقيقية في ليبيا سيم محمد أنت حكيت على الدور الروسي نحب نزلك على الدور الأمريكي والدور الأوروبي لأنه اليوم فما سي رعب بين هذه الأطراف وروسيا خاصة بعد الحرب الأوكرانية والنفط أي دور تلعب أمريكا والاتحاد الأوروبي في الأزمة اللي سايرة حاليا في ليبيا طبعا الدور التي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الخارجية الأمريكية ظهر وضح من خلال البيانات التي أدل بها يعني السيد وزير الخارجية السيد أنطوني بلينكل والانتحدث بأن هناك خطة عشرية الهدف منها هو تحقيق الاستقرار في ليبيا والانطلاق في مرحلة اقتصادية الكبرى تكون وتلقي بظلال إيجابية على كل دول المنطقة خصوصا الدول الأفريقية وأيضا دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبالتالي الدور الأمريكي ودور أيضا الاتحاد الأوروبي الحقيقة يتسم بإيجابية واضحة وكبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بدعم المسار الذي تقوم به الأمم المتحدة في مسألة سواء كان ديمومة وقف إطلاق النار أو الانتخابات السمراء لتدفق الصادرات النفطية وأيضا التعم الواضح للمبادرة السيدة ستيبني وليمز فيما يتعلق بالعودة إلى صندوق الاقتراع الجديد الذي أصبح اليوم مطلب شعبي بعد تسجيل 2.8 مليون ليبي لذعاب إلى صندوق الاقتراع الجديد ولاختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية بعيدا عن مسألة استخدام القوة والاستخدام العنف للوصول إلى السلطة سيم محمد جبار هل من الممكن اليوم الحديث على إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا نعم هذا هو الحل اليوم بتصريحات كل الأطراف تقريبا الليبي واللي من خارج ليبيا أن الحل هو إجراء انتخابات والعودة إلى صندوق الاقتراع وهذا ممكن في الوقت الحالي في ظل الصراعات الميدانية وفي ظل زوز حكومات وفي ظل سفر دبيبة إلى الجزائر لتقديم الرزنيمة الانتخابية والخطة الانتخابية يمكن أن نتحدث على انتخابات طبعا فيما يتعلق بالنشوب المواجهات قجر اليوم التلك أصدرت مبادرة قوة الوطنية الليبية بيان وطالبنا الحقيقة في المجتمع التولي بفرض عقوبات ضد كل من نظم وضد كل من شارك وتبر لهذه المواجهات المسلحة هذا أعتقد أنه أقل واجب يمكن أن نقدمه المجتمع التولي للليبيين أعتقد أن ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وقتل الأطفال هي جريمة كبرى جريمة ضد الإنسانية مسلة خوض انتخابات حرة ونزهة وشفافة هذه تحتاج إلى أمرين الأمر الأول قاعدة السورية وقوانين انتخابية وأيضا حكومة قوية لها القدرة على فرض الأمن والشراف على هذه العملية بطريقة شفافة طريقة تعبر بالفعل عن إرادة الليبيين اليوم أمامنا يعني حكومة الوحدة الوطنية غايتها نهاية يونيو القادم وفقا لبخرجات منطقة الحوار السياسي وأيضا قرار مجلس الأمن الدولي 25 الذي تم سنة تحت طائلة الفصل السابع وبالتالي أعتقد أن الآن الظروف مواتية لمسألة التوافق على قاعدة الدشتورية وقوانين انتخابية وأيضا نحن على أبواب بالفعل أن تكون هناك حكومة جديدة بعيدة عن كل هذه الوجوه التي نرىها اليوم في الطبقة السياسية حكومة جديدة تعمل على فرض الأمن وأيضا للتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة قد تكون يعني في نهاية هذه السنة أو من الممكن أن تكون في بداية السنة القادمة سي محمد شبار مرحبا بيك نعم مرحبا بيك مرحبا بيك ذكرت سيادتك نهاية شهر جوان اللي هو تاريخ مفصلي في 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 تاريخ ليبيا أنه يمكن يكون حدث يتحول من بعده أنه نجم ودخله في انتخابات تراشى أنه ربما في الصيفة هذه نراه انتخابات في ليبيا خاصة تراجع الرئيس الحكومة ذا علي باشا بسرعة فتحي باشا فتحي باشا آغا بسرعة يعني مؤشر أنه ثم إمكانية أنه مثلا ماشي رغبة في الذهاب إلى الاقتتال يعني طبعا يعني المسألة الحكومة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب تحدثنا عليها بأنها خطوة لا ينظر إليها المجتمع الدولي لا من قريب ولا من بعيد لأنها خطوة وحدية الجانب وهي عملية غير شفافة عملية لم تتوافق عليها الأطراف السياسية وأعتقد أن العمود الفقري لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي هو مبدأ توافق مبدأ توافق لم يتم في تشكيل هذه الحكومة الحكومة الجديدة ستكون بعيدة كل البعد عن فتح بشاغة وأيضا عن عبد الحميد البيبة الحكومة الجديدة ستشهد وجوه جديدة لم تشارك خلال المراحل الماضية في أي عملية سياسية هذا الجانب وأيضا من جانب آخر هذه الحكومة ستكون حكومة قوية لها الخدرة على التجهيز وتهيئة ظروف جيدة للذهاب والعودة إلى صندوق الاقتراع من جديد وأيضا لها القدرة عن مسألة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي طبعا بمساعدة من المجتمع الدولي بخروج كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب وجمع السلاح واسترداد الأموال المسروقة والمنهوبة حتى بالفعل لا يستخدم السلاح والمال الذي تم سرقته من أموال الدولة في شراء ذمم الناخبين حتى بالفعل لا تكون هذه العملية العملية الانتخابية بالفعل أن تكون تعبر بالفعل عن إرادة الناخبين لا تعبر لا عن قوة السلاح ولا تعبر عن قوة المال المطلوق الذي تم سرقته ونحبه من المال العام طيب سيم محمد ما موقف الشعب الليبي هل هناك انقسام لدى الشعب الليبي اليوم في توجهات مثلا هناك من يدعم بشاغة وهناك من يدعم دبيبة أم أنه كلهم متفقين على ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة الشعب الليبي ما يهمه اليوم هو أن يجد قوة يومها هو أن يعني يشعر بالأمن وهذا يعني هذه الرغبة موجودة في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا وفي جنوبها الليبيين اليوم يعانون أشد المعاناة من الظنك المعيشي وارتفاع الأسعار وأيضا من تردي الحالة الأمنية أعتقد أن من يقفون وراء سواء كان فتح بشاغة أو عبد الحميد تبيبة هم المستفيدين من بقاع هذه الوجوه في الطبقة السياسية وأعتقد أنه صحيح أن هناك تحديات لازالت هذه التحديات قائمة لحد اليوم التحدي الأول يتعلق برغبة الطبقة السياسية في البقاع في السلطة وأيضا لا ننسى التحدي الآخر وهو الأهم هو يعني رغبة خصوصا الدول التي لديها قوات أجنبية على التراب الليبي رغبتها في بقاع هذه القوات ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي وجديده في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا أصبحت يعني واضحة بشكل كبير جدا الضغط واضح على الطبقة السياسية وأيضا على كل الدول التي تدخلت بشكل سلبي في الملف الليبي وعلى رأس طبعا ما تقوم به الخارجية الأمريكية في دعمها الحسيط لمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا لأسباب عدة وأعتقد أن هناك توجهات من دول الاتحاد الأوروبي في مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا يرجع هذا لعملين العامل الأول وهو عامل اقتصادي خصوصا يعني مسألة الطلب الملح اليوم على الطاقة باعتبار أن ليبيا أحد الدول المهمة المنتجة للنفط والغاز وأيضا العامل الآخر هو عامل أمني يتعلق بمسألة تحقيق الأمن في ليبيا باعتبار هنا أصبحت بؤرة توتر تستخدمها كثير من الدول التي تجنيد مجموعات مسلحة خصوصا ما تقوم به روسيا اليوم بنقل كثير من مجموعات مسلحة لدول الأفريقية والتي حدثت فيها الحقيقة كثير من الانقلابات ونشر الفوض في كثير من الدول الأفريقية سؤال أخير ونظرا لذيق الوقت رجاء جاوبني بإيجاز طبعا نحكيه على ليبيا نحكيه أيضا على ارتباط مباشر بتونس أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار تونس وطبعا كل الأوضاع الموجودة في ليبيا لها تداعيات أمنية اقتصادية وسياسية على تونس ما هو دور تونس التي تنجم تلعب تونس اليوم لتخفيف من حدة الأزمة أو ربما لتجاوز الأزمة الراهنة في ليبيا تونس دولة شقيقة وصديقة أيضا فتحت يعني ذراعيها لكل الليبيين سواء كان النازحين مدت يعني يدها في كثير من الأحيان وأصبحت كل الفرقاء الليبيين يلتقون في تونس وكانت الحقيقة هناك نتائج عديدة سواء كان في المسار الاقتصادي سواء كان في المسار السياسي أو حتى في المسار الأمني والعسكري تونس يعني كثير من المتابعين وخصوص المبادرة القوة الوطنية الليبيين يصفونها بأنها بيت العيلة أعتقد أن الدور الذي تلعبه تونس دور مهم جدا خصوصا أنها يعني وقفت موقف محايد وهذا يحسب الحقيقة لكل الحكومات في تونس وهو جانب مهم جدا المرحلة القادمة ستكون مرحلة اقتصادية بحثة في ليبيا سيتحقق الاستقرار قريبا ونحن على أبواب الإعلان عن الحل الجدري للأزمة السياسية في ليبيا وهذا بالتأكيد سيلقي بظلالة على تونس اقتصاديا وأمنيا وأيضا سياسيا أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مهمة جدا بالنسبة لليبيا وهذا بالتأكيد سيخفص كثير من المعاناة الاقتصادية التي تمر بها الشقيقة تونس اليوم كل ما نتمناه هو الاستعداد إلى هذه المرحلة المهمة ليس في تاريخ ليبيا فقط وإنما في تاريخ دول الجوار والقرى الأفريقية مشكور جدا سيد محمد شبار الناطق الرسمي باسم مبادرة القوى الوطنية ليبيا على مدنى بكل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك كنكون وصلنا لختم غيكاب ميدي لليوم نشكر كبير شاسي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لأشأن العام شكرا كبير لأمن بخيد في الأخراج التقاني عبير التويتي في الدجيتال أونس الهميمي في ستندار كنت معكم سيهم حمدي من نصرنا رح تلتوى في غيكاب مدينة قبل غدوة إن شاء الله في غيكاب جديدة في لامين غيكاب ميدي متابعات تحاليل ونيقاشات معامقة لكل الأحداث في تونس والعالم غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة الفين